ما يزال المشهد على الساحة السياسية ضبابيا فعلى الصعيد الداخلي ما يزال مستقبل التحالفات للكتل والأحزاب الفائزة بالانتخابات مرهونا بقرار المحكمة الاتحادية أما التدخلات الخارجية فتبقى الاختبار الأكبر أمام تشكيل الحكومة المقبلة تمر العملية السياسية بمخاض عسير ربما هو الأخطر منذ تشكيلها بعد الغزو الأميركي للعراق بحسب ما يراه مراقبون فبعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة تحاول الكتل الكبيرة تدارك الموقف عن طريق التحالفات التي يبدو إلى الآن أنها لن تأتي بجديد عن سابقاتها المشهد العراقي يبقى مشهد متعزم مشهد ضبابي القادم فيه الكثير من المخاطر في ظل تداعيات أولا عمليات التزوير في الانتخابات انتظار قرار المحكمة الاتحادية والأخطر منها حجب التدخل الخارجي في المشهد السياسي العراقي وكأن الطبقة السياسية العراقية أصبحت أداة طيعة بيد الخارج هي تفرض إرادتها هي التي لا ترغب بكتل عابر الطائفية وفي الوقت الذي يؤكد فيه متابعون للشأن السياسي أن التحالفات الحالية ليست ثابتة وستمر بمتغيرات في مسارها فإن دعوة العباد التي أطلقها ليلة عيد الفطر فتحت الباب للكتل السياسية للجلوس على طاولة حوار واحدة والبدء فعليا بوضع برنامج سياسي يكون نواة الحكومة المقبلة هذه الدعوة لاقت قبولا كبيرا لا سيما من أبرز الكتل السنية المتمثلة بتحالفي القرار العراقي والوطنية فضلا عن قوى شيعية وكردية اندجح السيد العبادي في اعتبار رئيس الوزراء ورئيس سلطة تنفيذية أن يجمع الخصوم تلافيا لتصائد قادم في بلد ينفلت فيه السلاح هل ستقبل الكتل السياسية؟ وماذا عن نتائج الانتخابات؟ أنا أعتقد الوضع خطير المفروض أن الكتل السياسية تتنازل قليلا من أجل العراق تجتمع فيما بينها وبالتالي تضع خارطة طريق للقبول بنتائج الانتخابات القادمة بعد قرار محكمة الاتحادية وربما كثرة الخلافات بين الكتل السياسية دفعت القوى الكبرى إلى أجراء مفاوضات واجتماعات وحوارات خلف الكواليس لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستتولى مهمة ترشيح رئيس الوزراء لكن كل ذلك يبقى حبرا على ورق ما لم تعلن المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات وتواجه التحالفات وما سيتبعها من تشكيل للحكومة عقبات أهمها فرض الإرادات الإقليمية والدولية على الأحزاب الكبيرة الفائزة بالانتخابات ومحاولة تلك الجهات عادة التخندقات الطائفية من جديد الأمر الذي يحول دون حصول خيار الفضاء الوطني ويؤكد عدم مقدرة العراق على الخروج من حكومة المحاصصة